أكد الاجتماع الطارئ اللجنة العلية المفاوضات سد النهضة على ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية واستمرار التوصل مع كل الأطراف لتعديل مسار ومنهج التفاوض وبحسب وكالة الأنباء السودانية فإن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أكد أن سد رويصريس يتأثر بمباشرة بكل ما يحدث في سد النهضة ولا يمكن تشغيله بأمان من دون التوصل الاتفاق فيما أفد وزير الرئيس العباس أن جولات المفاوضات الأخيرة لم تحدث أي تقارب في المواقف التفاوضية لدول الثلاث وأن السودان مازال متمسكا برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات وفق منهجية مختلفة